عندما تقرر الانتحار تكون وقتها قد مت بالفعل ما ينقذونه بعد ذلك لا يكون هو أنت ولكن جثتك دعونا نتأمل هذه العبارة للرواء المصر بهاء طاهر في كتابه قال الضحة نعم كم من شخص يعيش بيننا كأنه جثة حية فلا حياة تعنيه ولا موت يأتيه مع الأسف الخروج من تجربة انتحار لا تعني حكما فرصة حياة جديدة بل هي غالبا أقرب إلى الموت بعيون مفتوحة ثم تأتي وصمة العار لتراكم الرغبة في الرحيل وبدلا من الدعم النفسي لا يوفر المجتمع إلا وسائل لجلد الناجي أو الناجية وهذا ما يعمق غربته عن محيطه ويضاعف سلوكه الانتحاري مؤخرا قدمت اقتراحات قوانين في مصر تقضي بفرض عقوبات على من يفشل في محاولة الانتحار لماذا؟ هل الجدوى منها فعلا الحد من نسب الانتحار؟ وإن افترضنا بحسن نية ما أن هذا صحيح فهل تمثل قوانين كهذه حلا فعليا لمواجهة هذه الآفة؟ عن تجربة الانتحار وما بعدها نتحدث في هذه الحلقة من كلمة حق مع ضيفينا عضو النقابة العامة لمحامي مصر المحامي محمد نجيب والاستشاري الأول في الطب النفسي الدكتور وائل فؤاد سليمان ترجمة نانسي قنقر